موسيقى متابعي سبتشت أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج وجود نظر وضيفه في هذا اللقاء مدير تحرير صحيفة الجمهورية طارق ترشيشها أهلا وسهلا فيكم يعني العالم ينتظر نتيجة المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الهدنة بغزة برأيك هل ستبصر النور؟ من حيث المبدأ لا تزال الأجواء غامضة لبل الأجواء معقدة لأنه لا يوجد سئة بين الفريقين أثنين النواية الإسرائيلية واضحة حتى الآن كأنه يعني الغاية الإسرائيلية الحصول على الأسرة ومن ثم السئناف الحرب ضد الفلسطينيين سواء بالمشروع اقتحام رفع أو استكمال الحرب على بقية فناطق القطاع الجانب الفلسطيني كمان يبدو حذر بهذا الموضوع يتمسك بشروطه وهي وأفطلاء نار شامل وانسحاب شامل من قطاع غز إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضوء هذا بتم ترتيب صفقة لتبادل الأسرة والمعتقلين بيننا غير هاك يبدو حماس والفصائل الحليفة إلى لاسوا في وارد القبول بأي تنازل به بالموضوع لأنه عندهم شيء من أن يكون غاية الإسرائيلي كما قلت في بداية بالحصول على أسرة ومن ثم السئناف الحرب الهيد فيه برأي كثيرين بأنه يراد إنهاء الوجود الفلسطيني بقطاع غزي وقتل من تبقى أو طرد من تبقى باختصار اليوم يعني هيدا الهدنة لن تبصر النور فينا نقول ورح يروح الإسرائيلي للشيح رفاح بالحقيقة ما في شيء لحديد هلا يؤكد إنه فيه إمكانية للمصول إلى الاتفاق لأنه دائما عمت تمرق المفاوضات طلعت ونزلت لكن في المبدأ ما قلته لأنه الفلسطيني حذر جدا ما يحازن الدخول بأي صفقة ستكون على حسابه والإسرائيلي ما زال يفكر في ذاته بعده من حيث صدر أقرار اشتياح قطاع غزي اللي هو القضاء على حماس والبناء التحتية أهداف الإسرائيلي البعض على أهدافه ما تغير شيء ولذلك صعب كثير متوقع حلا الأمريكاني يمكن إلو مصلحة بأنه بلش يفوت أكتر بمدار الانتخابات المدار المباشرة يمكن إلو مصلحة وعم يضغط بهذا الاتجاه لكن كمان الأمريكاني بمحل معيان بالموقف الأمريكاني يستبطن أنه ما عنده مشكلة بأنه الإسرائيلي يشتاح رفاح بيتصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بيقول إنه إذا صار فيه هدنة ولا ما صار فيه الإسرائيل مصمم على الشيح رفاح معناتها لن يحصل أي اتفاق لأنه الفلسطينيين لن يكونوا من السزاجة بأنه يسلموا رأبتهم الشيح رفاح اقترب؟ أنا برأيي الشيح رفاح رح يكون مصيره مثل بقية المعارك التي خضها الإسرائيلي وفشل في تحقيق أين تصار فيها يعني اشتاح غزة من الشمال وقاله على أساس أنه سيطر شمال غزة بعدها لا تزال هلأ المقاومة الموجودة إيجا يعمل فصل من وادي غزة يعمل فصل بين شمال غزة وجنوبه كمان ما ضبطت معه بعد المقاومة الموجودة إيجا ليفتحم خان يونس فتحم خان يونس ما قدر أعمل شيء ما قدر سيطر كل المناطع التي دخل إليها الإسرائيلي لم يستطيع السيطرة عليها لم يستقر فيها كموجود عسكري وكذا ومصيره برفح نفس الشيء ويمكن يمكن تكون معركة رفح أنا برأيي يعني الحلقة الأخيرة في كشف عورات كل هذا العدو الإسرائيلي أمام الرأي العالم التي كشفت كلها كشفت كلها كشفت وما أرى ما يحدث في الجامعات الأمريكية والعالم كشفت إجرام إسرائيل ولكن ما كشفت هزينة إسرائيل لا لا باللي يعرفوا أنه حتى الآن إسرائيل مهزوم الفلسطينيين هم المنتصرين على رغم كل فداحة الخسائر التي كبدوها بالبشر والحجر وعشرات ألو في الشهد أو كذا لكن الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهداف الحرب طبعا وما نتاينه إنهزم خسر هذه الحرب حتى الآن وأنا برأيي دخوله على رفح رح يكون مزيد من الإغال في الهزين وإذا فكر كمان بموضوع جنوب لبنان كمان نفس القصة نحكي عن جنوب لبنان ولكن خلنا نظل برفح مدير عام نظمة صحة العالمية بيقول اليوم الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح قد يؤدي إلى حمام دم ايه صح بتوافق هذه النظرية يعني لأنه في مليون ونصف فلسطيني لجأوا من شمال قطاع غزي إلى جنوب واللي هي رفح هاودي الناس وين بيروحوا؟ في ظل الرفض المصري بأنه بعدم قبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء هاودي وين بيروحوا؟ كتلة بشرية رح تجي أنت تقص فيها في كتلة بشرية في كسافة زبكانية هادي بيرفح ذلك مثل ما عم بيقول يعني احنا راحين للمعركة الأكبر أنا برأيي لحديث هلا لحديث هلا بده يحسب بيت حساب الإسرائيلي ومعه الأمريكي بموضوع رفح هلا إذا بده نتورطه وأنا برأيي إذا تورطه رح يكون قصة كبيرة عليهم مش سهلة أبدا لكن يقال أنه أي تراجع لإسرائيل لا دخول رفح سيكون هزيمة لإسرائيل وبالتالي نصر لفنوان أي هزيمة أياً أولاً وأخيراً هي هزيمة إسرائيل لا تعيش إلا بالحروب إسرائيل متل بيقول الله يرحمه أستاذنا الكبير محمد حسناً هيكا أنه بس تنهز إسرائيل مرة خلص انتهت إسرائيل لأن إسرائيل قيان قام على الحروب بيعيش بالحروب ما بيعيش بها قذب كله إدعاءاته بالسلام بده سلام يا السلام بيأخذوا كل شيء يا ما في سلام فلذلك إسرائيل مغنو مستحيل وإسرائيل برأيي أنا برأيي كثير من الناس إسرائيل بلشت بمسار الانحدار نحو النهاية تاخد وقت لكن إسرائيل التي نعرفها إسرائيل التي تهدد وتقتل وتؤدي بالعالم العربي ساعة متى شاء وتحطم أي جيش بساعات هذه إسرائيل انتهت إسرائيل الخايفي يقعد وراء الحيطان مثل بجنوب يعني يقعد وراء الحيطان ومغطب بالرحة هذه ليست إسرائيل التي تقول حدودي من الفرات إلى الناس على هذه الأساسة عم تحكي كان اليوم الميدان مبين قوة إسرائيل يعني لسوء الحظ ولكن مبين الميدان اليوم قوة شو 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 حقه ما أنا أعزبت أهداف إسرائيل محققه بس اليوم إسرائيل عم تقصف الجنوب دايما مهني كيان قام على الحروب كيف احتلوا فلسطين كيف اقتصبوا قرب فلسطين اسم من الناس هجروا واسم أتلوه العصابات تبعهم هذا اللي صار يعني ما تقول إلي أنه والله إسرائيلي حمام السلام وكذا ومعتدى عليها لا منه معتدى عليها هو معتدى علينا من أول منذ أن قام الكيانة الإسرائيلية منذ العام 1947 إذا مش من أبد لأنه كانوا عم يخططوا لإقامة هذا الكيان من أيام السلطان عبد الحميد الثاني بتركيا من أيامها كانوا عم يخططوا لإقامة هذه الدولة ورافض عبد الحميد ورافضوا الروس القيسر الروسي رفض الألمان يعني البريطانيين اللي عطفوا عليهم وألولهم وكمان كانوا مقابلة شغلة تانية لحتى بشولهم موضوع وعد بلفور فهذا يعني هذا يجب نحكي بالتاريخ خينا نحكي على الجبهة الجنوبية اليوم تنفطرد وصلنا له هدنة بين إسرائيل وحركة حماس وصار في عنا هدنة بغزة برأك رح ينعكس هيدا الشيء على جنوب لبنان أكيد بدأت توقف بلبنان ولكن تهديدات إسرائيل ما بدبين هيك يعني هذا التهديد الإسرائيلي هو عبارة عن تهويل لا قيمة له ولو إسرائيلي بيقدر يعمل حرب كان عملها من زمان كان عملها من الأيام الأولى للحرب في غزة إسرائيلي يهول لأنه خائف من هذه الحرب لسهو يتفضل لبنان يتفضل لجبهة لبنان في حال توقف والمقاومة كمان المقاومة كمان متنبهة لهذا الأمر لذلك ما رح تخليه يرتاح لذلك الإسناد سابقه مستمر لتخفيف الضغط عن غزة لحتى ما نصل لمحل أنه يشتهى رفح ويبرم على لبنان مقاومة بشو فعدة غزة؟ يعني على الأقل يعني أكثر من هيك دمار شو ما أقول السيد بغزة؟ كان أقول أنه كان جبهة مساندة وجبهة للجنوب ساندة غزة أول شيء بالحروب ما في حروب بلا دمار حروب تدفع فيها الشعوب أتمنى والجيوش تتفعب سواء بالبشر أو بالحجر لبنان مشاغل فرقتين على الأقل من المقاومة فرقتين على الأقل من الجيش الإسرائيلي أو ثلاث فرق بالشمال هذه لو ثلاث فرق يشتروا مع الفرق الثانية التي كانت موجودة بغزة كان هو مختلف يمكن كانت غزة أرض محروقة نهائيا وعنها لعملوها أرض محروقة لكن كانت نهائيا بعدها أن وقت اللبنان عم بداية عم بداية حارف لبنان هو الهدف الثاني بعد غزة لبنان هو الهدف الثاني لذلك هذه حرب بلقائية وحرب إسناد بنفس الوقت حرب بلقائية وحرب إسناد كتار بقوله أنه ورت الحزب اليوم لبنان بهيد الحرب لا مش موضوع ورت لا لأنه الإسرائيلي مش عمام السلام لا ما ورت الحزب ما ورت بالعكس ولكن هو يلي بلّف الثمانة أكتوبر الحزب عمل ما يجب أن يعمل لأنه كمان في شغلة بنا أنتبه لها أنه الإسرائيلي اللي العامل على إقامة دولة يهودية خاصة بده هجر سكان قطاع غزة ما تبقى منهم يهجرهم إلى سينة وإلى ربما عبر البحر ما باعرف لوين من هون هيدا المنصة المرفع العائم الأمريكي يعمل بتاعت عنوان مساعدة إنسانية مش مساعدة هي هي إلى شغلتان نفط الغاز في البحر غزة وهي تهجير الفلسطينيين والعرب الـ 48 عرب الناصرة وعرب الجليل هؤلاء بديوا يتهجروا على لبنان وعرب الفلسطينيين ضفي الغربية بديوا يتهجروا على الأردن لذلك ما حدا يقول إن والله المؤومة من لبنان قاعدة لا مش صحيح أبدا نحن في قلنا مصلحة لبنان إلو مصلحة بهقوب بوجه هذا المشروع أصلا كمان مشروع إنهاء القضية الفلسطينية حساب مين رح يكون حساب لبنان وكل الدول العربية وخصوصا لبنان والأردن ومصر طب ليش اليوم لبنان بده يفوت بهذا الصراع وعم انتوا في الدول العربية قاعدة عم تتفرج أنا اللي عم يتفرج وبكرا اللي بي الحسل شو بيسموها دي اللي بيلحس الامسان اللي بيلحس السكين قاعدة عم يلحس السكين أو عم يلحس المبرد يعني واحد بيكون عم يشرب دماته بيفكر حاله عم يلحس المبرد بيجرح له لسانه بيصير يطلع دم بيصير يأكل الدمات وبفكر حاله عم يأكل اللحمة هو عم يأكل حاله يعني عم يأكل دماته العرب الساكتين بهذا المضو هايك ما سيكون كله رح يكون. عم يحس لهم سن. المبرد. هيدا الوضع. ما تفكري انه قصة فلسطين المتعني فلسطين. عفوا. بس العربية اللي سكتين هني اللي مرتحين هلأ. وهني اللي. هذا في قابل الأيام والأسابيع كله رح يبين. في قابل الأيام. سيتفعون الثمن. مش يتفعون الثمن. على الأقل بلدوء في لحظة بتصير فيها صح والضمير. انه نحن وين رحنا وين رحين. وين رحين. هيدا الكيان الاسرائيلي الغاصل. اليوقل ان يكون يعني زو مصلحة. او ان يكون يعني جار مقبول يعني مثلا من الدول العربية انه العالم تتعايش معه. ده مش ملتوب. هنحكي على دور الفرنسا. رح نبلش بزيارة قائد الجيش والرئيس مئاته لفرنسا. نحن نحكي على زيارة وزير الخارجية لفرنسا للبنان والورقة الفرنسية. كيف كانت الزيارة؟ زيارة رئيس مئاته وقائد الجيش؟ يعني بالمبدأ. ماذا حملت هذه الزيارة؟ هي تحتمل احتمالان. او كان في الهدف الاول موضوع تطبيق القرار 1101 وما هو مطلوب من الجيش اللبناني ومن لبنان من مجيبات. بل مقابل كمان مطلوب من اسرائيلي. اللبنان جاهز طبيق القرار وحن بينافزه. قائد الجيش طلب حسب المعلومات انه طلب بده انه لكي يتمكن الجيش اللبناني بالنشر عشر تلاف جلدي كما يقول القرار 1101 بالمنطقة الحدودية. بده عشر تلاف جلدي. عشر تلاف جلدي ممكن في منتشر منه اربعة او خمسة. فقائد الجيش قال حتى اتمكن انا مع هذا الكلام مع الرئيس الفرنسي وكل حتى نتمكن ما عنا امكانات. بدنا امكانات بحدود 900 مليون دولار. فسمع من الجامعة الجانب الفرنسي الرئيس ماكرون اكد انه هذا الامر سنعمل على تأمينه من خلال مؤتمر دولي المناحين. مشان تأمين هدل. امر جيد لا. ما في مشكلة عند لبنان ما عنده مشكلة لبناني. ما عنده مشكلة لبناني. ما عنده مشكلة مقاومة ما عنده مشكلة انتشر الجيش. مر امين قال انه المقاومة ضد انتشار الجيش. لو في عنده عدد الجيش ينتشر شو شو القصة ما عنده مشكلة مشكلة بموضوع تطبيق القرار انه الاسرائيلي ماذا يريد الاسرائيلي هل يريد تطبيق القرار 701 اسرائيلي من لحظة صدور هذا القرار وهو يخرقه في اكتر من 30 الف خرق مسجلة لبنان مسجلة ومدعاب الأمم المتحدة طيب اجوا على الوفاوضات لمعلوماتي الاسرائيلي بيقول انه انا مسعد ببحث بالبيون بالنقرة بس ما حدا يفتح لي موضوع ما يتبحثوا معي بموضوع كفرشوبة تلال كفرشوبة ومزارع شبعة وحتى بموضوع ترسيم يعني حتى اللي في 13 نقطة هدي المقترقين على الحدود نقاط محتدي عليها الجيش الاسرائيلي على الحدود هدي بسعد البحث فيهم كمان بس انه ما حدا يجيب لي سيرة مزارع شبعة وتلال كفرشوبة الابنان ما بيقبل بهذا الموضوع القرار 1701 بيحكي بانسحام اسرائيلي بده مصر يخلينا المزارع شبعة وتلال كفرشوبة الابناء السورية لا مش صحيح كيف لا حيكون رد ثناء الشيعي على الوراء البرائزي انه الرد هو نحن وعندنا السعداد في هناك مساعدون للعودة الى ما كان عليها الوضع قبل ثمانية شرية يعني قبل عملية توفن الأقصى بيبطل فيه عن عتداءات اسرائيلية بتروح العتداءات هلأ بعدنا عم نحكي انه فيه عتداءات اسرائيلية على الأراضة اللبنانية من قبل 7 اكتوبر ومن قبل هيدا الحرب ايه بس لا العودة الى الوضع اللي ازاي كان عليه يعني كان بالوضع مقبول بالآخرة شو كان يصير اختراعات بسيطة يعني لبنان او السورية الشيعي ولبنان يعني بالآخرة ما عنده مشكلة بالعودة الى ما كان عليه وهذا هذا انا برأيي مؤدى الأمور او معلوماتي رح تنتهي الأمور هاك مستعد لبنان لا يرجع للوضع كما كان عليه قبل عملية توفن الأقصى بده ضل هذا المنائرة وكذا بموضوع البيوان وبموضوع المزارع الشبعة بده ضل شغال الحكي شغال يعني بضل هذا الوضع كمان بده لبنان وقف اطلق نار بغزة لانه كمان حتى مجرد ما يحصل اطلق نار اصلا بغزة رح توقف اطلق النار بجنوبنان ببقى موضوع عن الجيش بدهو ينشر الجيش بدهو استعد الجيش استعد الجيش وامن الامكانات اللازمية لا ينتشر ما عنده مشكلة طرى بالحال برأيك؟ موضوع التفيز الفعلي والعادل للقرار سبعة صفر واحد يقضي ان يكون المنطق العزلي على جانبي الحدود مش على حساب لبنان ما منقول للشعب اللبناني اتهجروا من المنطق الحدودي جنوب الليطاني وروحوا لشمال الليطاني لحن يولاد الارض والاسرائيلي قاد على الحدود بكل دول العالم الفصل بين الدول المتنازعة المتحاربة بيكون على الحدود بين الجانبين ومن جانبين الحدود يعني بيكون منطقة عازلة من من الأرض هيدا البلد ومنطقة هيدا بتتسامبها كلها سوا منطقة عازلة بتنتشر فيها القوات الدولية قوات الفصل الدولية إلا أنه نحن إسرائيلي بدي وقعد على الحيط ونحن لازم نقعد عنه وعيش بعيد عشرين كيلومتر عنه حتى حضر تكون هو المرتاح يعني إخصوص الورقة الفرنسية يعني اليوم لبنان ما رح يقبل فيها على الشكل اللي هي فيه رح يحطوا اللحظات عليها أول شيء الأول شيء الورقة الفرنسية وقت اللي انطرحت بالبداية النسخة الأولى كانت من حازل إسرائيل النسخة التانية كمان بعدها من حازل إسرائيل صار فيه لعب على التعابير فيها لأنه بدل ما نقول إعادة إنشار نقول إعادة تموضع يعني فيها التعابير يعني تعابير شكلية إدخلت عليها التعديلات الشكلية أما بالمضمون لم ينفذ أي شيء لم تعدل باتجاه أنه يكون المنطقة العازلة بين الطرق بين المينتين من الحدود من قال هذا الحكي ولكن لبنان تعاطى بإيجابية من زاوة أنه نحن مستعدين للعودة إلى ما قبل عملية طفال الأرصال في المنطقة الحدودية تنتهي بغزة من نوقفها بلبنان ومن نرجع مثل ما نرجع ما سأدي إنه يبقى الوضع مثل ما كان لا بينما نصير في تنفيذ فعلي وجدي للقرار الصواتين بينما إسرائيل شو استفدنا ولكن شو بيكون استفدنا شو بيكون استفادت الشعب الفلسطيني بكيف إذا رجعنا مثل ما كان قبل 8 أكتوبر ولا صار في الحال قبل 7 أكتوبر عفونا بس هذا وأنت مجرد ما توقفي الحرب نجرب ما توقف الحرب بغزة كل المشروع الإسرائيلي من هذه الحرب سقط على رغم فداحت وعلى رغم الخسارات الكبرى التي تكبد الشعب الفلسطيني بأبنائه وباقتصاده وبالبشر بالحجر قبل شيء المشروع الإسرائيلي توقف الحرب بغزة توقف وطلق نارده سقطت المشروع الإسرائيلي وسقط نتنياهو وحكومته هذا الموضوع هل نحكي على اليوم التالي من الحرب يعني اليوم في أصوات متخوفة من اليوم التالي كيف رح يتصرف حزب قلب الداخل اللبناني يعني إذا بدأسأل السؤال بطريقة ثانية كيف سيؤرش نتائج الجبهة في السياسة؟ يعني نحنا بالإخاذ لدينا مشاكلنا الداخلية لدينا إحسحاءاتنا ليس موضوع تقريش اللي بيقرشوا أنه المقاومة أول شيء أول شيء أقام التوزن ردع منع الإسرائيلي بنتخوض هذه التدميرية على ربنان حتى الآن ما فيه الإسرائيلي الإسرائيلي عم بيحدد وبيبعد برسائل عبر الفرنسيين وغير الفرنسيين وإذا ما بينسحبوا ومدي رد السوطنين على المسوطنات الشمالية وإذا ما بينسحب حزب الله بدي يدمر بدي يقصوا خلي يدمر إسرائيلي فشل بيغزة لحد يتهلأ وسيفشر إذا فكر بالدخول إلى رفع وسينكشف أكثر حكينا عنه نولي ولكن الحجر اليوم كيف سيؤرش هذا الموضوع في الداخل اللبناني شو بده أرش شو بده أرش شو بده يعبد يعني شو مطلوب من الحزب يعني الحزب منع الحرب منع هذا الحرب التدميرية فيه شو بده أرش بيصير التركيز على رئاسة الجمهورية ما هو با نحن بالآخر بدنا رئي جمهورية فبالآخر البلد بده روح ومعلوماتي فيه رئي جمهورية قبل آب المقبل فيه اجتماع صار بسفراء الأمريكان بواشنطن هو دي عادة كل شهر شهر ونصف بيجوا بيجمعوا هوا سفراً بالأمريكيين حول العالم وكمان فيه الفرنسيين عملوا نفس الاجتماع بعموا هذا الاجتماع الاجتماع الأمريكياني تولد منه قناعة سابتة بأنه لا يمكن الاستمرار الوضع في لبنان بدون انتخاب رئيس ولذلك يجب ان انتخاب رئيس في عرب وقت اي متى عرب وقت هذا الرئيس هدى هلأ بهذه الظروف قبل مذروح على الانتخابات ولذلك رح يصير تركيز أساسي على موضوع انتخاب رئيس الجمهوري بهذه الأسبوع القليلة المقبلة والأمريكياني داعم بهذا الموضوع يعني الأمريكياني مقتنع وصل لقناعة أنه يجب أن يصير في حل سياسي في لبنان المتكامل حتى بين الحدود والجنوب والداخل يجب أن يكون الحل متكامل أن الحل بالجنوب ينبغي أن ترعاه سلطة مركزية لبنانية قوية برئاسة رئيس الجمهوري لذلك المطلوب انتخاب رئيس جمهوري بالدرجة هذا كلام أمريكياني هذا تولد القناعة الأمريكية من خلال هذا الاجتماع فإذا تذكري من فترة صار إن حكى هوكشتين وعم يحكوا بحل شامل وحل شيء هذا المطلوب وأنا برأيي بسي يعلن أن هوكشتين جاية فيه جزء كثير من المشهد راح يتغير حتى على مستوى المجموعة الخمسية حتى على مستوى المجموعة الخمسية بدي بسير في دفع فعل إلي انتخاب رئيس لأنه خلص بديك تعملي سلطات ترعى البلد شؤون البلد بديك سلطة مركزية دستورية متكاملة الأوصاف بدي يكون في رئي جمهورية يعني حتى رئيس جمهورية بموضوع السبعة عشر سفر واحد هي صلاحيات ورئي جمهور هو الذي يفاوض على المعادات الدولية وكذا لذلك الأمر كان ليس عنها بل عم يحكوا هذا الحكي تمانسا يكون الرئيس المقبل راح يتجهه للخيار الثالث؟ إلى الآن إلى الآن كل الحظوظ وكل المؤخرات كانت ولا تزال تصف في مصلحة الوزير اسلامان فرنجي من الأفريقاء راح يتنازل اليوم؟ ترمال ليس على سلمان فرنجية رائش؟ يعني الآن في محل معين لا يوجد شيء بالسياسة نهائية لا يوجد عدوات دائمة بالسياسة لا يوجد صلح دائمة ولكن دائما بالسياسة يوجد تسويات يوجد تسويات بالآخر الأفريقاء المعارضين للوزير الفرنجي يريدون يعيدون النظر بمواقفهم يريدون يعيدون النظر بمواقفهم لأنه بالآخر هناك مصلحة بلد لا يوجد واحد يقول أنه أنا لا أريد رأيي جمهورية ويبقى البلد يبقى البلد يعني ماشي حاله هل هذا وضع طبيعي؟ ليس طبيعي كثير من الناس من القوى السياسية بتقولوا ما يقبلوا بفلان ما يقبلوا بكذا ما يقبلوا بالانتخابات وهذه الأمور ماشي وهذه الحكومة تساير الأمور مع أنها حكومة تصريف الأعمال وماشي لها بس هذا المنطق هذا المنطق بيبني دولة ما بيبني دولة اليوم رغبة المسيحيين بعدم انتخاب بسايمين الفرنجي وعدم وصول فرنجي لصدة الرئاسة مين المسيحيين؟ اليوم تيروطن الحر القوات اللبنانية والكتائب ضد وصول سايمين الفرنجي لصدة الرئاسة مين رح يتنازل منهم؟ أول شيء بقع احترامي للقوات ولل يعني موقفون غير مقنع موقفون غير مقنع بمعارض فرنجي مش عمقول انه والله لازم بالقوة بس انه في يعني أنا بدي عارض شغلي بدي يعني على الآخرين أنا ليش معارض لأنه ما قصت سلاح الحزب وهنا بالنسبة لأيولا انه هنما بالنسبة لأيولا ان سامان فرنجي انه سامان فرنجي سيغطي سلاح الحزب لاش سلاح الحزب شو هو سلاح الحزب؟ سلاح الحزب هو سلاح مقاومي مشرع بكل البيانات الوزارية وبعدها منه مش عم يستخدم هيدا سلاح بالدافع شفتي بكل هيدا الحكي بيحكولك بسبع أيار مش مظبوط هيدا الحكي كله هيدا مش مظبوط هيدا زر الغماد في العيون أنا مني عم دافع بس أنا عم نحكي حقيقة نحنا مرأبين ومنشوف نحنا مرأبين ومنشوف نحنا شغلتنا الصحفيين نشوف الشيء اللي الناس ما بيشوفه نحنا منشوف سبع أيار مين عمل سبع أيار مش القرارات الهمايونية طبع حكومة الرئيس السانيورة وقتها ما معرف حكومة ها وقتها هذي القرارات لا لا أنا عندي مقاومة عملتلي توازن ردع مع إسرائيل بتخلى عنا لاش بدي تخلى عنا أوكي بدي أنا جيش لبناني قوي لازم يكون الجيش ولازم كل يشتغل ندعم الجيش بس الجيش قوليلي الأمر كان شو بيسمحوا له للجيش شو عم يعطوا صلاح للجيش مش ها الدول الغربية أنه الجيش اللبناني وكذا يا خي مكنوا من أجلس عطوا سلاح جوي للجيش بيعطوا سلاح جوي للجيش لحتى يواجه الخرق الإسرائيلي اليوم للأجواء اللبنانية بيعطوا مدفعية إيلي بيعطوا صوريخ لحتى يرد أي هجوم هلا هذا مش عم يتعرض الجيش لهجمات مش عم يرد الجيش لا لأنه ما عنده إمكانات مش إنه والله هو جبان اللي لا بالعكس الجيش اللبناني جيش شجاع بس ما عنده إمكانات وبيقولوا إنه الجيش يجب أنت ينتشر الجيش بس مدوا بأسباب القوة للجيش أنت مش تبنعه ما هيك خبر قبل الحرب قبل الحرب بـ 73 قبل يعني قبل ما يصير ممنوع أكتر من هاون الستين يكون مع الجيش اللبناني بجنوب مدفع هاون الستين 82 ممنوع يعني معك هاون الستين هدا بيقولوا بيطال هدف للألف متر بس طيب إيه يودوا أماركان والجيز وشو شو عم بتعطوه المحاس يا بتعطوه إذا جيتوا تساعدوا بتعطوه شيء سيغاند هند عندكم بيستعمل الجيش الأمريكاني اللي مخلص اللي مصريفه فيه لأنه بتعطوه زخيرة بتعطوه شغلات ما فيها ردع مش سلاح ردع ما عم يعطوه سلاح ردع للجيش لذلك وجود المقاومة مش إنه والله بدوا الجماعة لا يا أخيي لا يتمكن لبنان يكون عنده جيش وكل العالم تقعد ببيوتها ساعتها ما بده لا مقاومة ولا بده شيء طيب خينا نضل برئاسة الجمهورية يعني اليوم عم تقول أنه الأقرب للوصول لسودة الرئاسة هو الوزير سايمان فرنجية بس اليوم صار فيه جلسة وكان رشح الوزير الفرنجية وما قدر يوصل لسودة الرئاسة لأنه كانوا معارضين الكتلتين المسيحيتين الكبار هنا تاروطن الحر والقوات اللبنانية مين من بين هؤلاء الكتلتين رح يتنازل لصالح سايمان فرنجية والله باستنادا للتجارب السابقة ما كله وارد كله وارد كله ونه أي واحد منه ممكن يعملها يعني مين الأقرب؟ جبران باسيل أو سميد بها تقدي ممكن الأقرب تيار الوطني الحر حتى ما فوت بالأسماء يعني تبقى الأقرب تيار الوطني الحر بس كمان القوات براجماتيين يعني الزمان يعني ميشوا بالرئيس مش لهم كانوا معارضينه مزبوط؟ طيب بها دي متل هاي ممكن يعني هنه بدوا فكروا بمصلحته هنه بدوا فكروا بمصلحته يعني بالآخر الوزير الفرنجي ليس نقرة زلمة زلمة عائلة موجودة سياسية إلي علاقة بالبني اجتماعية للبلد إلي علاقة بتاريخ البلد مش إنه والله إنسان طارق على السياسي العمل السياسي بعدها إما هو كان من ضمن الأربع المسيحيين الكبار الذين عندما اجتمعوا ببكركي وقالوا هودوا يعبروا عن وجدان مسيحي هلأ بطل يعبر عن وجدان مسيحي إسلامان فرنجية؟ تبه يعني في شيء في منطق بالموضوع أما لأنه والله لأنه يدعموا السناء الشيعي ويدعموا باقي شو ماهودة لبنانية بالآخر يعني ماهودة يعني السناء الشيعي شو صنف آخر من البشر يعني ماهودة لبنانية عندهم الدستور عطيهم حرية ندعم ترشيح فلان أو نعارب ترشيح فلان متن ما أنتم عارضين عطيكم الدستور حرية ما عارضوا بس بالآخر في محل هذا البلد بدون ينتخب له رئيس وليه معلوماتك الرئيس ماكرون إمانوال ماكرون كمان أكد له للرئيس نجيب مئاتي أنه فيه انتخاب رئيس للبنان قريب قال له كمان هذا الحقيق ويعني حتى يعني ما قال له الوزير الفرنجي يعني اليوم فيه فيتو أمريكا على الوزير الفرنجي لا ما في فيتو أمريكي ما في فيتو أمريكي ولا أي مرشحة الولايات المتحدة الأمريكية بمعرفة المتواضعة من بعض الذين هم يعني خبراء في الأمريكي الأمريكي وقد يكون في عندهم الشيء بيقولوها علنا إنه فيان ما بيهدو هذا لا يخذوا مصالحنا وجوده انتخابة لا يخذوا مصالح الأمريكية أو ضد المصالح الأمريكية بيقولوها علناRA بس ولا يوم الأمريكي لا بجلساته العلنية ولا بجلساته الضيئة قال إنه أنا عندي فيتو أمريكي أمريكي أو غيره السعودية السعودية كمان ما ألت ما ألت مفضو ده لأهل السفير السعودي أستاذ وليد بخاري وآخرين نحن معنا فيتو على أي مرشا للمملكية حتى الخماسية قالت معنا فيتو السفير السعودي وقته زارة اللجنة الخماسية الوزير الفرنجية ما حضر وقال إنه صاخن حقه حقه ويمكن يكون عنده وكان عنده ظرف صحي وقال إنه كان الهراء عند الوزير بسير إيه بس بس ممكن يسول الوزير الفرنجية بأي وقت يعني فهم شو اللي بيمنعني ما أصلا ما كان بالزمان استقبل الوزير الفرنجية للسفير بخاري باللي يرزي بالزمان على الترويق أو كذا ما عنده مشكلة ماذا علقاء السفير السعودي ودكتور جعجع أنا برأي هذه السلي مطرزة سياسيا يعني مثل من قال أنه سعادة السفير صديق قال إنه هلأ أهداء سعادة أباء سعودية مطرز يعني أنا أقول هذه الرسالة هذه الزيارة مطرز سياسيا ولن أقول أكثر رسالة شو؟ شو مضمونة للرسالة؟ ما بدي فوتوا بتفاصيل بس بعتقد إنه يعني المملكة العربية السعودية بالآخر في عندها حسابات واقعية في موضوع التعاطي مع الشأن اللبناني هاي الحزابات الواقعية كمان تأخذ بالاعتبار مصالحة تاريخية في لبنان بالآخر لن تقف السعودي حجر عسرة أمام انتخاب رئيسي لبنان وخصوصا إنه واضح إنه فيه ورشة إقليمية مفتوحة على تسويات في المنطقة وفي لبنان قال البعض إنه زيارة سفير السعودة لرئيس الأولى لبنانية سامير جعجع أجد بإطار رد لأعتبار لدكتور جعجع هلأ هي تعطى أكتر من تفسير تعطى أكتر من تفسير الزيارة هلأ إما لا شك إعادة تأكيد على العلاقة التي تربط بين المملكة وبين المعراض ومما لي تاني إنه كمان ممكن تكون إليه علاقة بما هو آتي من أحداث في البستقبل وماذا ينبغي أن يكون عليه موقف المملكة وموقف القوات اللبنانية بأعتقد فيه يعني فيه أكتب لكن في الشكل وحتى في المضمون زيارة يؤثر عليها سلبا أو إجابا حتى حصلت هذه الزيارة ما عندي معلومات الحقيقة بهذا الموضوع بس أنا اللي شايف أنه فيه منحاس الشكل أنه ردت اعتبار الدكتور جعجع من بعد مش موضوع مش موضوع ردت اعتبار أنه أنه نحكى أنه والله بالفترة الأخيرة كانت العلاقة غير سوية أو أنه فيها بعض الشوائب أو فيها بعض الفطور أو كذا ممكن يكون فيه إعادة تأكيد احتمال تاني أنه ربما يكون الوضع في إطار عمل اللجنة الخماسية وغيرها من عمل لمشروع ما في ما يخص الاستحقاقات اللبنانية وأنه مطلوب الحكي مع القوات بمكان حول تسوي ما راح تصير ممكن يكون كل الاحتمالات وردي بهذا الموضوع بس بالمبدأ بالعاكس شايف زيارة ممكن تأثر إجابا على مسار الأضاع فيما يتعلق بالسعقاقات الرئاسة الجمهورية وغيرها هنا ننتقل الموضوع الأهم اليوم موضوع النزوح السوري بلبنان يعني كان فيه زيارة لرئيسة المساوضية الأوروبية للبنان أولا كيف قرأت هذه الزيارة وكيف شفت مساعدات بقيمة المليار يورو أولا هذا الإهتمام يعني لو لم يتحرك الرئيس القبرصي ما تحركوا الأوروبيين وللأسف يعني الشديد بس حسوا أنه بلشت مصالحهم تتضرر بموضوع النازحين صاروا هلأ بدون يلاقيوا حل النازحين رئيس القبرصي عبر إلى قبرص يقال أنه ثلاث تلاف أول شيء من قال لك أنه إجراحوا من لبنان يعني أنه جاي دب الصوت وأنا ما فيدي وكذلك قالوا لو روح أحكي مع الأوروبيين أصحاب نحن مش عنا قصة قصة عنده فقال لهم أنا رح روح وكذا ويجيب الاتحاد الأوروبي وفعلا راح وجيب لأرسولا فاندرلاين مو رئيس المخوضية الأوروبيين حسوا بخطر النزوح لا والخطر تحسس فيه أكثر عندما تولد موقف لبناني للمرة الأولى موقف موحد منف النازحين إذا بتلاحظي حتى كان ضموا القوات وكل كذا صار فيه كله متحسس هذا الخطر سأتشعروا الأوروبيين أنه فيه وحدة موقف لبناني بهذا الموضوع قاموا اتحرك بهذا الموضوع بس إن شاء الله ما تكون هذه رسالة هدية مسمومة للبنان هذه المليار يورو كيف شفت أنت يعني البعض اعتبرها إبرة مورفين للبنان أو رشوة للبنان هي لأي تنعطى أكثر من احتمال تنحب فيه أكثر من احتمال احتمال الأول يعني عفوا اليوم الحل لبنان هو مليار دولار لأبقى نزحين السوريين لأربع سنوات إغلافية لبنان متكلف حتى الآن حتى الآن بينه وبين عظمة بحد الزملاء يعني أنه حوالي واحدة وخمسين مليار يمكن زميلنا سيمون أبو فاضل كاتب شي بيقول بس أنا اللي بعرفه معلوماتي أنا حوالي أربعين مليار لبنان صار تكبد خسائر غير المساعدة الدولية اللي بتنعطالها حوالي أربعين مليار طيب أربعين مليار من 2011 لليوم أربعين مليار جيت أعطي للبنان شو أعطي للبنان همي شو أعطي نه كم مليار أعطي نه كم مليار هلأ لي مليار يورو لأربع سنين شو بدو عملو جو دي ولاش لأربع سنين لاش لأ 2027 هل أنه أنت يا شباب يا أوروبيين ناطرين كمان يجي ترامب يستقنف مشاريعه بالمنطقة وتكفوا أنتوا مشاريعكم ضد النظام بسوريا وضد كذا وكذا وعفكرة أأسى موقفين بهذا الموضوع هني الألماني والفرنسي ضد مصطح اللبنان موقفهم بهذا الموضوع ضد مصطح لبنان ألمانيا وفرنسا يعني لاش بدك توطن النازحين السوريين بلبنان وتخل بالديموغرافيا اللبنانية وتجعل لبنان أمام حرب أهلية جديدة هذا بحط لبنان أمام حرب أهلية جديدة يعني أنت عم تخلي بالديموغرافيا عم تجي فيه بلبنان فيه أربع ملايين سوري شو بدك بكل هذا تحكي الأرعام التي تحكيها الأرعام الرسمية غير الأرعام على الأرض فيه حوالي أربع ملايين سوري طيب لبنان بيقدر يتحمل هذا الموضوع ممكن نوصل اليوم لسناريو الحرب الأهلية يعني هذا الحكي مش موضوع صريح فيه إمكانات بلد فيه إمكانات بلد بتتحمل كم مليون بس وقت بتعطي عشرات الملايين الدولة وإداراتها وبنية التحتية وكذا ما بتتحمل بالوقت اللي ما عم تاخد شي هاودي ال ال ش اسم الأردنيين حطوهم بمعسكرات وممنوع واحد يطلع إلا بدوا أمر مهمي وإلا بدوا كذا وبعدها ضبطينهم بمعسكرات وحاخدوا مليارات المليارات عم ياخدوا التركي نفس القصة بالآخر إجي تمحل قالوا أنه فلوا عني قداش أخد من الأوروبيين مليارات أردوغان نحن شو أخدنا تركيا بتقوض أربع مليار دولار سنويا لنجاحين السوريين لبنان مليار لأربع سنين هذا ضحك عدقون وهذا كذب عم يقولك هذا مسمومي اليوم تدعي لبنان يعني عم يقولون نسكتوا أربع سنين لأربع سنين ليكون رقبوا فيلم ركب الفيلم اليوم لبنان لازم يقبل ما لازم يقبل لبنان بهذا الموضوع لازم يكون هادي ولازم يتحدد لشو بدأت تنصرف هادي إذا بده يتحدد لشو بدأت تنصرف وأنا معا اللي قاله الرئيس ميقاتي أنه لازم ينعمل هذا موضوع وينفرز بين النازح الشرعي وين النازح من الشرعي أصلا بالحكة مع الرئيس ماكرون بينه وبين رئيس صار في حكة أنه نازحين السوريين بين أغريبتهم نازحين اقتصاديين مش نازحين في هذا الأمر يستدعي ماذا يستدعي يستدعي من هذه الدول الغربية العظيمة اللي عم تتفلسف وتكبل قصص علينا روحوا ارفعوا الحصار عن السوريين عن النظام السوري عن سوريا خلي هودا الناس روحوا يعيشوا ببلادهم ما الفقر اللي صاير ببلادهم هو اللي عم يدفعوا للنزو طيب انتوا محاصرين النظام انتوا محاصرين سوريا روحوا فكر الحصار عن سوريا خلي هودا الناس يدفعوا بلادهم ويحيشوا بلادهم بكرامي كان في لقاء لمدير أمن العام اللي بيسر لسوريا والتقبل أسد شو دار بهذا اللقاء السوريين ها فيقولوا ما عندهم مشكلة عندهم مستعدين لا يستقبلوهم مستعدين لا يستقبلو النزحين بس اللي بدهم الإمكانات ما بدهم ممكن نقمع ها الدولة اللي محاصرة لو نفطة مش قادرة تستعمل تترجع تنمي وضع في كتير قطاع الزراعي مضروع كل شي مضروف عندهم بسوريا نتيجة الحصار يعني حتى يعني عم يستود محروقات مثل لبنان يعني بلد نفطي طيب هذا كله بدك بدك تحل إشتة النازحين وانت محاصر لون بلادهم كيف بدك تحل هذه القصة هد الأوروبيين عم يرتكبوا جريمة بهذا الموضوع هني والأمريكيين بهذا الموضوع لاش بدنا ندفع ثمن نحنا كلبنان لاش لبنان بدنا ندفع الثمن لاش ملاقينا نحنا بلد عند أستراليا يعني نحنا بساعة الجيب يحط عالم وكندا نحنا كمان مانا كندا حتى نقدر تقديمات اجتماعية المطلوبة للنازحين السورية ساطر الماء ما عدا تكفي اليوم عم نشوف انه في احتقان بين اللبنانية والسورية خاصة من بعد المشاكل اللي صارت بآخر فترة اليوم هيدا الأمر برأيك بشكل خطر كبير وانفجار كبير بالفترة المقبلة بلبنان ايه كله وارد انا عم قللي كله وارد لانه عم بصير احتكاكات ببعض المناطق مش عم تبين مش عم تطلع بالأعلى بس أحيانا عم بصير مشاكل قوية يعني هاي كلها بتهدد الفتنة هاي بتفجر البلد هاي بتدخل البلد بحرب أهلية جديدة اذا مش فهمنين الشبيبة يفهموها ما حدا بيقبل هيدا الموضوع لبنان ما بيتحمل هيدا الكم الهائل من السكان اللي بيخل بالديميجرافيا تبعه بيخل بالتوازن حتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي يعني اذا فكرين ان والله بيعطونا مليار يورو هذا مش حل الحل انك تأمنوا ان يرجعوا ع بلادهم وبدك تساعدهم ساعدهم هونيك ما بدوا لبنان مصاري لبنان ما بدوا مصاري يبعث خلوا يسمحوا الناس يرجعوا يروحوا ع بلادهم فكوا الحصار عن بلادهم وما بدوا مصاري ما بدوا لبنان شي يتصع قولوا يعطو للنازح السوري 3000 دولار خي بيتك خربان روح هاي 3000 دولار روح زبط بيتك وخلصنا مش هاي الدول الاوروبية بيهموا المصلحة هون نازحين يتعلوها لبنان شو شو بيقدر يعمل لبنان شو بيقدر يعمل لهم يعني نعم على امل انه المسؤولين اليوم يرفعوا هيدا صوت وما كان مسكلان يعني لقدر انا برأي لا هلا صار في يعني ادراك امريكي لحقيقة الوضع في لبنان والموقف اللبناني هيدا الموقف اللبناني الموحد هو اللي يدفع الاوروبية وسيدفعهم اكثر فاكثر اتخاذ قطبات اكثر عقلانية بموضوع النازحين السوريين هيدا الموضوع في قابل الايام بدو بيين هادي دي المليار يورو ما بتعمل شي لبناني استحق اكثر من ذلك اذا كنتوا بكونوا تساعدوا وبكونوا بقوهم لفترة بعد هودو الجماعة بس اذا عم تساعدوا ليبقوهم تبقوهم في لبنان فانتوا عم تساهموا بتفجير لبنان اذا مش هلق بعد شوية هذا الشغل هذا الموقف الاوروبي اللي دعا الى اسكان النازحين توطين النازحين في لبنان هذا دعوة مسمومة لتفجير لبنان هادي قرار مسموم الغاية منه تفجير لبنان شكرا لك شكرا شكرا يعني انا بقول لا انه يبدو انه نحنا رايحين باتجاه انه سير انتخاب رئيس قريبا بس ندا للمعطيات اللي عندي والتلك يا و خليني معول اكتر انه الامر كان هني دعاة هذا الموضوع هني تولدت عندهم هالقناع متل ما قلتلك من خلال الاجتماعات التقييمية اللي عملوها انه بالاخير بدو يخوفي بالبلد السلطة تتحمل مسئولية اي اتفاق سيحصل سواء بما يتعلق بالحدود او حتى بالعلق مع باقي الدول فما فينا ما فيك تطلب من لبنان يعمل شيء حتى بموضوع بتنفيذ القرار صلاة على الصفر واحد بدون ما كانوا في سلطة مركزية قوية بعدين النفط والغاز ما حدا عم يحكي فيه له وين النفط والغاز اسرائيل ممكن بعد الانتهاء للحرب غزة بس انه شو هذا بييد مين بيدي وبييدك هذا ولا بيدي الأمريكان وبيدي التوتال هلأ بطل عيشونا بأمال كذا انه في النفط وانه غاز وانه كذا شواء بالاخر انه ما في شي شواء الحكي هذا كريش نفس الحقل عم يطلعوا غاز ويعطوه بيعوا السائلين والأمريكان ونحنا بيطلعش عنا غاز هذي بيع عقل مين بتركبها نفس الحقل انه نحنا عنا ما فيه وعندهم فيه بغزان واحد ما أنا فهمش بالجيولوجيا وهذه بس انه بالمنطق هذا يعني مشاء الله بيكون في رئيس قبل القاب على أمل شكرا لألك متابعي سبوتشوت شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لحسن المتابعة